بقي أمر وهو مهم جدا لا يقل أهمية عما مضى ذكره وهو أن هذه العبادة لابد أن تكون بإذن الله تعبده كما أمرك ليس على هواك ليس بالبدع والمحدثات قال جل وعلا فاستقم كما أمرت لا كما تهوى يتهيأ لي تروالي أكذا لا تعبد الله كما أمرك الله ولذلك الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهروا على دينه كله ولو كره المشركون فأرسل الله عزه رسلا فبعث في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فليس العبادة كما تهوى وكما يتهيأ لك وكما تظن وكما تقلد وكما فعل أباء وإنما العبادة اتباع لا بد أن تشهد أن لا إله لله وأن محمد رسول الله فإن من معاني محمد رسول الله أن تعبدوا الله كما شرعه ولا لا فأنت أمرت بالصلاة بالصيام بالزكاة بالحج بالذكر بقراءة القرآن بالدعاء عبادات كل هذه العبادات يجب أن تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويقفر لكم ذنوكم الله وغفور رحيم وقال جل وعلا قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان رجل الله وليم الآخر يذكر الله كثيرا وقال جل وعلا وأن تطيعوه تهتدوا وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال جل وعلا ومن يطع له رسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلال مبين وقال جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فإذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التفصيل قال في الصلاة صلوا كما رأيتم نصلي وقال في الوضوء من توضأ نحن وضوء هذا وقال في الحج والعمرة خذوا عني مناسككم وقال أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزود النساء وهذه سنتي فمن رغم عن سنتي ليس مني وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي يعني مردودا وقال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد لا بد أن نعرف هذا جيدا أن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت لله وحده لا شريك له ولا تقبل إلا إذا كانت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن عبد الله مخلصا له الدين وعلى سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فهذا الذي يرجى أن يقبل منه قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي أحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يشرك أي أحد مع الله عز وجل لا بد من هذا